اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الى ان يكون سفر الوزراء ومشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الخارجية في اضيق حدود ولضرورة الملحة وان تقتصر المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك ترشيدا للانفاق وخفضا للمصرفات الحكومية بعد ذلك اشد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الفنون التشكيلية ومعرضها في اثراء قطاع الثقافة وفي ابراز المواهب الفنية والحفاظ على ابداعات الرواد مشيدا سموه بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي رعى سموه افتتاحه مؤخرا وبدوره في دعم الفن التشكيلي خصوصا والحركة الثقافية عموما الى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بان تكون اعادة هيكلة الاجارات في سوق مدينة عيسى الشعبي مناسبة ومنسجمة مع طبيعة نشاط هذا السوق الشعبي فيما كلف سموه وزارة الاشغال وشؤون البلديات وتخطيط العمراني بتشديد رقابة لضمان ان يكون تأجير هذه المحلات متماشيا مع نشاطه ومتسقا مع الانظمة المعمول بها وتحول دون اي مخالفة ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بخصوصها ما يلي اولا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى الاستمرار في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والتوسع في انشاء وتطوير البنية التحتية بمملكة البحرين والعمل على انجازها وفق برنامج عمل الحكومة وتابع المجلس ضمن هذا السياق تقريرا مرفوعا من وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تمت ترسيتها او طرحها في مناقصات عام 2016 حيث ارسيت خلاله 74 مناقصة بكلفة 55 مليون دينار طرحت فيه 98 مناقصة بكلفة 97 مليون دينار توزعت على قطاعات الطرق والصرف الصحي والبناء ثانيا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى استمرار جهود تبسيط الاجراءات وتسهيل الحصول على الرخص واعتماد المخططات العمرانية بما يدعى معجلة التنمية الشاملة في البلاد واشدد سموه على ضرورة مواصلة المساعي التي تعزز المناخ الاستثماري والنمو العمراني واستقطاب رؤوس الاموال في هذا المجال وتذليل المعاوقات امام المشاريع الاستثمارية وإلائها اهمية خاصة وطلع المجلس ضمن هذا الصدد على تقرير لوزارة الاشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني بشأن تراخيص البناء وحركة التنمية خلال عام 2016 ومقارنتها بعام 2015 حيث كانت من أبرز مؤشراته ارتفاع تراخيص البناء الاستثماري بنسبة 36% وانخفاض متوسط أيام العمل لإصدار هذه الرخص من 115 يوما إلى 26 يوما وقد أزهمت التراخيص الصادرة في توفير مساحات للأنشطة العمرانية اللازمة لمتطلبات النمو العمراني والاقتصادي والاستثماري والخدمي بمساحة تقدر بحوالي 15 ملايين و600 ألف متر مربع بينما ارتفع التراخيص البناء غير الاستثماري بنسبة 3.6% وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يبدلها وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني والأجهزة المختصة في الوزارة في تحقيق هذه النسب العمرانية المتميزة والتي تسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتنفيذ ما جاء ببرنامج عامل الحكومة في هذا الخصوص ثالثا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه رابعا وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء سوق مركزي مصغر بمدينة عيسى والذي ينسجم توجهات الحكومة بشأن تعميم الأسواق المصغرة في مختلف المناطق السكنية خامسا بحث المجلس اقتراحا برغبة مقدما من مجلس النواب يتعلق بأطفال أسر ذوي الداخل المحدود في رياض الأطفال وتخذ بشأنه القرار المناسب